تحسين المنظومة والمستعجلات الطبية اليوم سنقوم وراء المجلس حول تحسين المنظومة والمستعجلات الطبية وهذا موضوع جدا مهم لماذا؟ حيث نحضره على حماية وإنقاذ الحياة البشرية ثانيا هذه المستعجلات الطبية هي جزء من المنظومة الصحية والعرض الصحي يجب أن نطوره لكي نواكب الورش تغطية تعميم الصحي الطبية ثالثا نريد أن نستخدم استثمارات الخارجية ونزيد في عدن السياح والمغرب ونضم تظاهرات دولية حيث يجب أن يكون لدينا منظومة مستعجلات قوية ثانيا نرى واقع الحال يجب أن الوضعية مقلقة وهذا ما قالوا لنا المرضى والأسر عن طريق المشاركة وشاركه من السرق المشاركة المواطنة قالوا لنا الأطباء قالوا لنا السلطات العمومية في جلسات الإنساء ونرى الاختلالات كانوا يخص الخالق الأول في تنظيم العملية ونقاذ 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 بشكل سيئ من المشاركة كادي إنما يقاذ من المتضخين عندما تتعيض المتضخين اليوم تنجب أن هناك عدة متضخين أنك ينسي مدينة أي المثال القطاع العام والمستشفى لأن الجماعات المحلية لديها سيارات الإسعارات منذ بغطائية النمارية يكون المنعتها كان هناك 540 أو 15 أو أخرين لتعاملهم مصحات القطاع الخاص ما هي الحالة لك؟ تستجب أن تذهب إلى المستعجلات نقول لكم بأن الجواب في القضية لا 80% من الناس أن تذهب إلى المستعجلات لا يمكنهم أن تذهب إلى المستعجلات وكذلك تحتاج إلى الاستعجال لا يمكن أن تذهب إلى المستعجلات لذلك سوف نعود إلى التوصيات كيف يمكننا أن نحلل هذه المشكلة المشكلة الثانية والخلال التالي تدقى حديثة سير فأما السير يدخل إلى الحصري commit to the liquidity وقايا المدنية وين الأول تدخل المدنية؟ حين نحل لكم؟ واحد من منشور الوزاري commit to the militar by 1956 يمكن أن تعين وقايا المدنية تحوين عن ال40 و30 و15 دقيقة لتصل على السيارة يمكن أن تصل إلى المستشفى يمكن أن يكون لديك المستشفى لتهيئ مجهزة تلك الحالة التي لديك خلال الخلال الثالث الذي يجبرناه هو من تنصله لهذه الأقصام المستعجلات بعد المرأة تنجبره بأنه كان كثيرا في ثبته تنجبره بأن الأطباء لا يوجد يجب علينا أن نفهمه بأن في هذه العشرين سنة الأخيرة بحرام كونا سعود وعشرين أرجنطيس المختصين في هذه القضية المستعجلات لأنها مختصص صعب وتطلب خمسة سنوات مقارنة مع ربعات السنوات التي في اختصاصات أخرى فلذلك نرى ما كان في بلدان آخرين ونرى ما المعايير وقدمنا عدة توصيات أولا يجب أن يكون تنظيم المستعجلات أولا ومن المستعجل نرى والذي تتعيد تعلم أنه مستعجالات أو لا تتعيد من مستعجلات مستعجلات ام لا على حساب وكيف تريد الثانيًا فإن تقع حديثة سيئة خاصة أيضًا لسامي وليسامي هو الذي قرر يرسل سيارة الوقاية المدنية حيث يقربة ومجهزة أو سيارة أخرى من القطعة الخاصة أو سميخ ومن المستشفى يكون تنصق قبل المستشفى نقطة أخرى هي تنظيم المستشفى أقصام المعالجات أو أقصام الاستعجالات ومن المستشفى أو المسحة ومعايير للملزمة فيما يخص البنايات لا يمكن أن يكون قسم الاستعجال مثلاً ما الأجهزة الألية موجودة ومعروفة البروتوكولات ملزمين ومعروفة ما يعملون فإن تكون هذه الحالة أو أخرى رابعاً في الفضاءات العمومية هذه الفضاءات العمومية فيها الملزمة أو المركز التجارية فيها الملزمة فيها الإدارة هناك الكثير من الملزمة يجب أن يكون الأجهزة للإنقاذ الأولى مثلاً في كرية الليستر يكون المنزمة في البروتوكولات مثلاً هناك الكثير من الملزمة يكون أيضاً الناس الذين تكونوا ويمكنهم أبعد ويمكنهم يعملون في البروغرام الإنفرماتيك فإن هذه الآليات موجودة مثلاً أحد المدرسة هنا قدامنا تعرف أن هناك مشكلة في البروتوكولات ويمكنهم ويمكنهم تقاسم هذه الآليات ومعلومات أخيراً يجب أن يكون تكوين المواطن لذلك يجب أن تدارها في البلدان كامل مثل الإسعاف الأولي أو إذن لكي تكون مشكلة لا يبقى المواطن في صور أو فيديو يقول أنه فاعل ويحاول كيف ينقض ذلك الحياة أولاً المواطن أو المواطنة بحدثها لأن إنسان المصاب أو الشاهد عيان في حالة استعجالية له دور كبير للتبليغ أولاً وتنشوفوا بأن أرى المواطنين ممهيئينش نهائياً للإسعافات الأولية اللي ما تعرفوش فين يمشي يعني واحد العدد الأمور اللي كل مغربي ومغربية لا يعيشها في طريقة أخرى في أسرته أو في جواره الحلقة الثانية هي بما يسمى بالفرنسيا توجيه الطبي في حالة استعجالية كين سنمشي كيف سنمشي هذه تساؤلات كبيرة وهي أقسام التي تنسميها لسامي اللي هي الطور هو التوجيه المريض موجود أمام حالة استعجالية معينة أو تظن بأنها هي مستعجلة هذه الحلقة الثانية الحلقة الثالثة هي النقل النقل لإنسان إلى قسم المستعجالات سواء في القطع الخاص أو في القطع العمومي وهذه الحلقة تتعرف معيقات كبيرة واختلالات كبيرة الحلقة الرابعة هم الأقسام المستعجلات بحدتهم لتعطي خدمات طبية وشبه طبية تحليل ديالنا عموما توصلنا إلى وصف وحد الحالة اللي في الحقيقة نقوله مزرية وحالة اللي هي يعني مقلقة مقلقة إشجال التقرير في آخره بتوصيات من أجل التحسين التنظيم الترابي من أجل تقوية الموارد البشرية من أجل تحسين هذا التوجيه الطبي الذي تكلمنا عنه اليوم لسامي السوسيو وبالخصوص التنظيم الترابي لهذه المنظومة لأن المستعجلات ليست فقط الأقسام الاستعجلية إنما منظومة ترابية التي تكون فيها التنصيق لكي الإنسان يتصاب بحالة كيفما كانت يظن بأن مستعجلة وغير المستعجلة يعرفين يتقل بالاعتبار في نفس الوقت يشير هذا التقرير إلى التمييز والمبنية على الحضورات المادية الجانب المادي أساسي ومع الأسف لا يريد أن يكون في حالة استعجلية وما يتم بالتعجل وما يوجد مستعجل وما يوجد هذه الأمور تصبح أساسي توجيه المغاربة ومستعجل تدخل الطبي مستعجل. فهذه الأمور كلها راحكينا في رأي المجلس. واليوم سنقدم المخرجات الرأي والتقارير بالدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والجميع والبيئي.